فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية كنا مع المؤلف رحمه الله في الحلقة السالفة في حديث إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وقفنا عند قوله رحمه الله لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء كما يقول اختلف الناس على الأمير إذا خالفوا وقد يكون مخالفة بعضهم بعضا وإن كان الأمران متلازمين أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم فإن اللفظ يحتمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هذا تتميم لما ذكره الشيخ رحمه الله فيما سبق من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال وأنه يسبب المخالفة فإن المسلم في سعة فيعمل ما أمر به ويترك ما نهي عنه ولا يسأل عما لم يرد فيه أمر ولا نهي فإن السؤال عما لم يرد في الكتاب والسنة فيه شيء إنما يوقع الحرج على الناس وفي الحديث أن الله سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها وفي القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيئهم يعني أنهم إذا بينا لهم الحكم لا يمتثلونه ويتفاقلون عنه فيهلكون بسبب مخالفتهم فهم سألوا ولما أجيبوا لم ينفذوا وهم الذين سببوا على أنفسهم هذا الحرج لأنهم سكتوا من الأول واقتصروا على ما أمروا به ففعلوه وما نهوا عنه فاجتنبوه كان ذلك خيرا لهم فدل هذا على ذنب كثرة الأسئلة التي لا حاجة إليها وأنها قد تفضي إلى الحرج وتفضي إلى عدم التنفيذ والتثاقل عن تنفيذها وهذا الدين ولله الحمد دين اليسر والسماحة والله جل وعلا رحيم بعباده يشرع لهم ما يناسبهم يأمرهم بما يستطيعون وينهاهم عما يضرهم فهو لم يترك شيئا سبحانه وتعالى فيه نفع إلا أمرهم به وما ترك شيئا فيه مضره إلا نهاهم عنه فما الداعي للسؤال عما لم يرد الأمر به ولا أنهي عمي ترجمة نانسي قنقر